النيران تلتهم كل شيء في أوكرانيا الحرب لا تضع أوزارها القصف لغة مسيطرة على أي صوت للحوار الجيش الأوكراني أعلن أن قواته اضطرت للانسحاب من بعض المواقع في خاركيف بسبب القصف العنيف من الجانب الروسي في المقابل أفادت وكالة التاس للأنباء بأن القوات الروسية سيطرت على مواقع استراتيجية في غرب وشمال فوفشانسك بخاركيف ووسط المعارك لا تكاد تسمع سوى نداءات زيلينسكية المستنجدة بواشنطن لبلينك يقول زودون بدفاعات جوية لإنقاذ خاركيف نتطلع إلى مناقشة اتفاقية الدفاع التي يتم التفاوض عليها الآن وحاجة أوكرانيا إلى دفاعات جوية إضافية خاصة في خاركيف وزير الخارجية الأمريكية الذي وصل بواسطة القطار إلى كييف قال إنه سعيد بالعودة مضيفا أن بعض المعدات العسكرية الأمريكية موجودة بالفعل في ساحة المعركة متعاهدا بالمزيد وهناك في موسكو أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده مستعدة لمواجهة الغرب على أرض المعركة في أوكرانيا إذا تطلب الأمر ذلك التطورات الجارية وزيارة بلينكين الجديدة لكييف تطرح الكثير من التساؤلات لعل أبرزها عودة البوصلة الأمريكية مجددا إلى كييف بعد انشغال واشنطن بحرب غزة بلال البجديني العربية ترجمة نانسي قنقر